معنا من رام الله وزيرة الصحة الفلسطينية دكتورة مي الكيلة مرحبا بك معالي الوزيرة التقارير التي تصلك من قطاع غزة نريد أن نستطلع على بعض منها لا نقف كثيرا عند الأرقام ولكن نقف عند الاحتياجيات التي يمكن لوزارة الصحة أن توصلها إلى القطاع شكرا جزيلا أهلا وسهلا دعونا نترحم على الشهداء الأكرم جميعا ونرسل لأهليهم وذويهم التحية وأيضا الشفاء العاجل للجرحانة نعم هناك احتياجات ملحة داخل القطاع الوضع الإنساني والوضع الصحي كارثي بكل معنى الكلمة كما تعلمون القصف مستمر القصف على البر والبحر والجو والبشر على كل شيء في قطاع غزة تعرفوا أن هناك في عائلات أبيدت بالكاملا أحياء أبيدت بالكاملا فهي حرب إبادية بكل معنى الكلمة وبالتالي الاحتياجات هي تحتاج الاحتياجات تساوي هذا المصاب الجلل والكبير جدا بالنسبة للقطاع الصحي هناك حاجة ماسة إلى الأدوية والمسلزمات الطبية وحاجة ماسة إلى الأغذية وحاجة ماسة إلى الوقود الوقود هي عنصر هام في القطاع الصحي الذي تمنع إسرائيل من إدخاله لأن الوقود هي التي تدعم المولدات الكهربائية من أجل استخراج وتوليد الكهرباء بدون كهرباء المستشفيات تعتبر لا تعمل لأن بدون الكهرباء جميع يعلم أن الكهرباء تشغل أقسام التبارئ غرف العمليات تشغل كافة المعدات في داخل المستشفيات تحتاج إلى كهرباء كافة المعدات في العناية المركزة بحاجة إلى كهرباء ثلاجات الأدوية بحاجة إلى كهرباء المختبرات من أجل عمل الفحوصات أيضا بحاجة إلى مختبرات إلى كهرباء وبالتالي كل ما فيه في المستشفى بحاجة إلى كهرباء بدون كهرباء يعني يصير صعب أنك تفتح مستشفى وعلى هذا الأساس الكهرباء والتالي الوقود حالها حال الأدوية بأهميتها حالها حال المستلزمات الطبية حالها حال الغذاء وبالتالي نحن ننادي وننهشد أن إدخال الوقود بأسرع وقت ممكن إذ أن هناك 16 مستشفى وقفوا عن العمل وأصبحوا خارج الخدمة نتيجة عدم إما نتيجة القصف كما حصل في مستشفى المعمداني ومستشفى بيت حنون أو نتيجة عدم وجود وقود أيضا في هناك 51 عيادة صحية أولية بوقف عن العمل من أصل 72 عيادة أيضا إما نتيجة القصف أو نتيجة نقص الوقود فبالتالي الوقود هو شيء هام من أجل إدخال الكهرباء ومن أجل إدخال الخدمات التي تلزم بناء أشعبنا في القطاع وودي القول هنا أن 16 مستشفى لما بيغيبوا عن خدمة أهلنا في القطاع بالتالي هذا نقص بعدد الأسرة وهو أصلا موجود نقص في عدد الأسرة هذا في الحالة الطبيعية معالي الوزيرة هذا في الحالة الطبيعية معالي الوزيرة الأضعاف من الأسرة هذا في الحالة الطبيعية عند خروج هذه المستشفيات وهذه العيادات يسبب عجزاً يعني كيف والحال وصل إلى 22 ألف إصابة الآن في القطاع لا نتحدث عن الضحايا 9 ألاف حتى اللحظة في أكثر من 24 ألف يعني تقرير اليوم يحاكي 24 ألف جريح في القطاع وبالتالي نحن بحاجة إلى مستشفيات ميدانية تساند المستشفيات العادية وأنا أود أن أشرح هنا بأن الآن الأطباء يقومون بالعمليات في الكوريدرات على ضوء التلفونات وبدون البنج وبدون يعني يعملوا عملية قيصرية لسيدة بدون بنج وعلى ضوء التلفونات وبالتالي هذه قضية يعني شبه مستحيلة وكارثية تعتبر لأن حجم الوجع اللي بتكون هاي السيد تحملته لا مثيلة له وأيضا البيئة الجراحية هي غير بيئة آمنة لأنها بالكوريدور تتعلمون أن هذه الأمور يجب أن تكون في مكان معقم بالكامل لكن في هذه الظروف يفاضلون ما بين الموت أو إنقاذ الحياة في هذه الظروف الصعبة فيختارون زملائنا ويعطيهم ألف عافية يختارون أن ينقذوا حياة المرضى فبالتالي الوضع كارثي ونناشد كاف الدول العالم ونناشد المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية ومؤسسات الأمم المتحدة للتدخل للوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة وأيضا من أجل فتح معه بمعبر رفح مباشرة من أجل إدخال المساعدات والأدوية ومن أجل إخراج الجرحة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة طيب باعتبارك وزيرة الصحة دكتورة هذا المطلب يعني ناقشتموه مع الأطراف التي سواء تزور رام الله تلتقي رئيس الحكومة تريد أن تدخل في ما يجري الآن من أجل إنقاذ الناس إنقاذ المدنيين شوف إحنا من ثاني يوم الحرب إحنا أعلننا حالة الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة وعملنا على تجهيزها بجهوزية عالية وهذه كانت إرادة الحكومة أيضا التي وافقت على كل الخطط للمستشفيات من أجل رفع جهوزيتها ووافقت على 4.5 مليون دولار من أجل استكمال الجهوزية من حيث الأدوية والمستلزمات الطبية التي تكفينا إلى 3 إلى 4 شهور ثانيا وضعنا خطة الطوارئ إلى الكوادر الصحية بعدم مغادرة أماكن عملهم وعدم أخذ إجازات وهذا يعتبر من خطة الهمة أما بالنسبة إلى الاتصالات مع الدول الأخرى فهنا عملنا منذ اليوم الأول عملها السيد الرئيس والحكومة الدكتور محمد دشتية دولته وكل وزير فيها حسب ملفه مع الدول المانحة بالمشاريع أو مؤسسات الأمم المتحدة التابعة للقطاع مثلا في حالة الصحة منظمة الصحة العالمية وصليب الأحمر الدولي على اتصال يومي أو شبه يومي معهم من أجل فعلا الضغط على إسرائيل من أجل وقف العدوان وأيضا من أجل إدخال المستلزمات الطبية والأدوية ومن أجل إخراج الزرحة نحن نعمل ليلة نهارا بهذا الموضوع سواء كانت مع الدول شكرا جزيلا أو مع الدول شكرا معالي الوزيرة مع أسلات الأمم المتحدة معالي الوزيرة شكرا انتهى الوقت المخصص مرام الله وزيرة الصحة الفلسطينية معالي الدكتورة مي الكيلة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر